على قناة الحياة قناة الحياة قناة الشقيقة الظريفة الجميلة وتقدم قناة الحياة بث مباشر لصلاة العيشة والترويح من مسجد مولانا سيدنا الحسين بدءا من الليلة بدءا من الليلة من مسجد سيدنا الحسين حلوة دي قوي 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 عجبتني خلق مصر ده مصر دي هي بلد الجوامع والمقازن وما إلازلك ده القاهرة بس هي بلد الألف مئزنة بس بقى اختيار الحسين اختيار عظيم الحقيقة من إدارة القناة عظيم برافو عشرة على عشرة طيب طبعا القرآن الكريم بصوت كبار القراء أما الإمامة للمصليين فهي من الليلة فأول يوم ترويح للشهر الكريم والشيخ الدكتور أحمد نعينع الله الله وطول الشهر الكريم يقوم بإمامة الصلاة وتلاوة القرآن الكريم نخبة من كبار القراء يمكن للسادة المشاهدين لاستمتاع بأصوات صفوة قراء دولة التلاوة مدرسة المدارس المدرسة المصرية أصوات من السماء في مقدمتهم فضيلة القارئ الشيخ أحمد نعينع أيضاً القارئ الشيخ عبد الفتاح التاروتي أيضاً أحمد تميم المراهي يا سلام مصر دي حلو يا جماعة زيدي عن اللزوم آه حلوتها زيدي حتة فعلاً إيه في مصر مش حلو يا عبد العظيم والله باتكلم جداً مهزار إيه اللي في مصر مش حلو أحلى قراءة القرآن في الوجود أصوات المصريين ومدرسة المصريين أحلى مساجد ومقازن في الوجود عندنا طيب حاجة أحلى كنايس أحلى خشوع عند كل الأديان شعب بيحب ربنا في المطلق في ضراء قبل السراء وأثناء السراء يكثر من الدعاء الإبتهال بيرفع إيديه بيصلي حتى وهو مش محتاج أنت البلد اللي بتروح للأولية صوفي وإبطي سواء إذا كنت مسلم ولا مسيح يعني تلاقي مسلمين كده في مولة ستنا العدرة ومساحيين كده عند سيدنا عبد الرحيم القناوي بتحصل فين دي أولاً أبتكلم بجد فين غير هنا طيب قل لي فين تلاقي جامع لزق في معبد فرعوني أنا أتكلم على الجامع والمقام والضرح بتاع سيدنا بالحجاج لأسوري جامع لزق في المعبد المصري القديم لزق في دير قديم وكنيسة لزق ترجمة نانسي قنقر